إذا اشتكى المسلم من شيء أصابه كمرض في إحدى حواسه فكيف يقرأ على نفسه القرآن؟ يقرأ على نفسه وينفذ على محل الإصابة يقرأ الفاتحة ويكررها وينفذ على محل الإصابة وكذلك يقرأ كله الله أحد والمعودتين وينفذ على محل الإصابة ويقرأ ما تيسر مع ذلك من القرآن إما له مناسبة في هذه الحالة وينفذ على محل الإصابة هذا يصفحك الرقم